الاهلي لطبيعة الحال فرقة مضغوطة جدا لسه راجع من كاسة عامل اندية كل 3 ايام مباراة وفي صفر كمان ورغم كده تفوق النادي الاهلي النهاردة على سينماية كلباطة على مستوى الاداة وعلى مستوى التاكتك وعلى مستوى النتيجة طبعا نلفز بالمباراة ولكن هل النهاردة شفت الاهلي متأثر بدنين ولا لا؟ اه طبعا النادي الاهلي النهاردة كان متأثر بشكل كبير في المباراة بدنيا يمكن ده اللي خلا فيه كور كتير ايو كان فيه ميس باس كتير بيحصل في وسط المرعب بس خانة الاولة كريم نسترجع هو مشهور النادي الاهلي اخر اسبوان كان عامل ايه النادي الاهلي ايه بيوم الجمعة قدام الاتحاد السعودي في المباراة كان الرتم بتاعها عالي جدا وشارسة جدا بدنية يوم الاتنين بتلعبت مباراة صعبة جدا قدام في الومينينسي والشوت التاني انت كنت بتطرد النتيجة فبالتالي برضو التنفسية والشغل البدني كان عالي جدا بعد كده لعبت يوم الجمعة تاني لعبت قدام قراوة بعد كده جيت يوم الاتنين اللي هو النهاردة بتلعب تاني مباراة اقصائية في سمي فاينال يعني انت كح 10 تيام لعب أربعة ماتشات لعب أربعة ماتشات واربعة ماتشات مش مثلا اقولك فيهم ماتشة أو ماتشين في الدوري لأ أربعة ماتشات في نوكاوت اللعب على اللي هيطلع لايخسر هيطلع برا في بعض اللقطات النادي الاهلي نادي الاهلي خد من الماتش اللي هو عاوزه إن أنا عاوز أكسب حتى بأقل شكل جمالي ممكن يكون بس كان فيه لقطات كتيرة جداً ووضح إن كان فيه إرهاق كبير لعيب النادي الآلي اللي لعبوا على مدار كاميرا في الوقت أما نيجي نشوف الحالات الكريم هتلاقي إن فيه كور كتيرة جداً غريبة على لعيب النادي الآلي اللي كانوا مميزين جداً في حاجات زكت مثلاً هنا عندنا كورة في الشوت الأولين أحمد نبيل كوكا هتلاقي بيرستاو فتح الملعب كورة ملعبوا باله بص بيرستاو هيجي استلم الكورة هتقلش منه وتطلع بره في الوقتها كانت غريبة جداً لإن بيرستاو حاجات اللي زي دي هو أصلاً بيقعد مستني الكورة تجيله على الطرف عشان يقدر يعدي واحد على واحد شوف الكورة اللي بعدها نفس الكورة برضو من محمد عبد المنعم من النهاردة أخطأ كذا خطأ كثير في الطرق أبو كورة هنا برضو نفس الكرام النادي الآلي بيحاول شوت ماما عشور بيتلاب كورة بتعمل عليها بلوك هترتد على طول لنادي الأهلي هيخدها بص محمد عبد المنعم قلش قامت الكورة طالع بره كريم تاني دي مش محمد عبد المنعم دي مش محمد بالزبط ده مش شكل أداء بتاعها محمد عبد المنعم يعني كانت غريبة جداً بالنسبة للمحامد عبد المنعم في كورة زي دي كريم بياخد ويزق ويرجع تاني ويطلع كورة ولكن حتى لما بيرجحها للشناوي قلشت وبقت من هجمة ميتة لهجمة أحيت تاني مرة أخرى تعالي نشوف الحالة اللي بعدها نفس الكورة برضو الكورة اللي بعدها برضو زي ما بقول لك دي كورة طلعت قوت والراجعة تاني هجمة لسيراميكا كيليو باترا نفس الكورة هنا برضو يا كريم دي برضو ليه علاقة بمحمد عبد المنعم كورة اللي زي دي محمد عبد المنعم بيخش ويزبق على طول وياخد راجل اللي عملها من جنبه دي كورة اللي تصف فيها الشناوي كورة لزي دي يا كريم توضح لك أن لعيبة النادي الآلي في حاجتين حاجة الأولناية في إرهاق بدن كبير والحاجة التانية ممكن يكون في بعض الاستسال وده اللي كانت زكره مرس القولار في بعض م Humans تعالى نبص بقى على الكورة يعني بظل عشي تس disbelابها بهو تاعم تعالى نبص على الكورة دي يا كريم نفس اللlli جوان اللي بتخش في النادي الآلي بتاعت الكورة التانية دي كان قلة عدم تركيز برضو نفس الكلام الكورة الراجعة أرجع بقى للفاولة وهو بتلاقيب نفس الأخطاء اللي بتيجي الجون اللي جي من سيمبا والجون اللي كل اللي جوان بتخش في نادي الاهلي موضوع الفاولات الكرة برضو تلعبت اول ما نزلت برضو لعيبة النادي الاهلي بص على الكرة ومش بص على اللعيبة بص يا كريم الكرة ما تتلعب هنا بص على عمر السولية نكمل الكرة نبص على عمر السولية تريبا واحمد نبيل كوكا اول ما الكرة تبص الاتنين مش مركز كله بص على الكرة وسايب اللعيب فاول ما الكرة تردت بص يا كريم اول ما نزل نكمل في أول ما كرة تردت الاتنين مش واخدين بقى لهم من الكرة في دي وليجي بقى اللقطة اللي كانت بروزت الشكل المشكلة اللي موجودة عند النادي القلي ودي أكتر لقطة يعني بانت إن في مشكلة وبعدها على طول علي معلول طلع كرة دي يا كريم كنا منتكلم فيها مع بعض قبل الهواء الكرة تلعبت هنا لعلي معلول الكرة العكسية الكرة تلقى تطقط على طول بص بقى هنا الرجل هياخد علي معلول وهيجلي قندوسي علي معلول هيحاول يجيب ومش قادر يجيب وبص بقى كريم لما عدى منه أما علي معلول هيعمل أي حاجة أما شاده متشرت بعد الكرة دي أطول بثلاث دقيقة علي معلول طلع تعشقيا بقولك الرتم كان عالي جدا على النادي القلي فإن النادي القلي يطلع بالمباراة كده كريم بالشكل ده وإن هو يكسب واحد سفر حتى لو الأداء ما كانش أفضل أداء ده طبعا كور دي أظهرت لك النادي القلي كان مرهق بدنايا بشكل كبير جدا